وعقب تفقده المتحف المصري الكبير توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي إلى منطقة مصر القديمة لمتابعة سير العمل بمشروع حدائق الفسطات واستهل رئيس الوزراء جولته بالمشروع بالإشارة إلى حرصه على المتابعة المستمرة لهذا المشروع المهم الذي يستهدف تحويل منطقة الفسطات إلى متنزه بيئي وسياحي وثقافي أمام الزوار بما تمثله الحديقة من إطلالة على تاريخ مصر لتصبح مقصدا سياحيا يعكس عراقة الحضارة المصرية وأكد مدولي أن هناك حرصا شديدا على متابعة سير الأعمال بمختلف مكونات المشروع بصفة دورية من أجل الوقوف على حجم الأعمال التي تم إنجازها والمعوقات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ لإزالتها ودفع العمل بهذا المشروع الحيوي الذي يمثل أهمية كبيرة على أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية